المعلم الإرهابي الأول على تفخيخ العربات والسيارات وتفجيرها مما ابتلي به لبنان والعراق عشرات المرات بشكل خاص هو مهاجر إيطالي تمر الأربعاء المقبل مئة عام على قيامه في 16 سبتمبر عام 1920 بتفخيخ وتفجير أول عربة في العالم وبتفجيرها عند زاويات شارع وولستريت الشهير في قلب حي المال والأعمال بمنهاتن في نيويورك قتل ثلاثون في الحال وجرح وشوها المئات وتوفي الثمانية منهم متأثرين فيما بعد بإرهاب دمر مقر جي بي مورغان تشيس بالكامل وتسبب في خسائر بلغة مليوني دولار تعادل اليوم 26 مليون بقوتها الشرائية هذه الأيام التحقيق بتفجير أول تفخيخ مستمر في الـ FBI الآن وفيه مؤشرات إلى أن واحدا من اثنين إيطاليين مهاجرين ينتميان إلى حركة لا سلطوية التراز أو أنالكزم إنجليزيا كان العقل المدبر أو المنفذ على الأقل لكن لا دليل ظهر شافيا بعد للغليل ويشير التحقيق إلى أن المفجر تعمد اختيار زاوية شارعين بحيث يفر عبر أحدهما عند أشعاله للفتيل ليتجنب بأبنيته الإصابة من التفجير الذي دوى وسط حشد ممن يعج بهم الشارع عند خروجهم كل يوم لتناول طعام الغداء ومعظمهم سماسر وأمناء وموظفون وزبائن في بنوك مؤسسات مالية وشركات ومن المر العاديين والباع المتجولين وعند الساعة الثانية عشرة ظهرا من ذلك اليوم شهدت نيويورك عجبا دمويا ترجمة نانسي قنقر